إنها أقدم مهنة في تاريخ البشرية الدعارة أو الخدمات الجنسية تنتشر طبعا هذه المهنة في معظم مدن العالم بيوت دعارة أو مواخير في أوروبا تكون مرخصة عادة تدفع ضرائب وسرية في أماكن أخرى طبعا بما أن التكنولوجيا أثرت على مختلف المهن أو تدخلت بها الآن وصلت إلى هنا هذا هو فابريس جيكوبس وافتتح ماخورا في براكسل لكن كل العاملات فيه من الدمى الجنسية يعرضن خدماتهن وفقا لرغبات الزبائن سيعرفنا فابريس على بعض العاملات لديه هذه جابرييلا إحدى الدوم الأكثر شهرة في هذا المحل تبلغ قامتها 1.75 سنتيمتر وتملك مقاسات جسدية خاصة هي طويلة القامة وجميلة ولا تجادل أبدا يمكنك أن تسألها لهذا السبب فهي مرغوبة وتحقق الكثير من النجاح ماذا يحاولون أن يفعله؟ في باريس هذه التجارة أيضا راجت ففي إحدى الشقق الفاريسية تعملوا الأكس دولز الأكس دولز يقوم زبائن بحجة المواعيد والدفع أونلاين مع الإبقاء على العنوان التفصلي سرا يمكن للزبون أن يستأجر دمية السلوكون الواحدة مقابل 50 يورو لمدة نصف ساعة 80 يورو لساعة واحدة هذا الأمر أثار جدلا بين أعضاء المجلس البلدي في باريس وسكان أحد الأحياء الذي طالب بغلق بيت الدعارة تبع الدمى بسبب موصفة بالدعارة العلنية والمرخصة والمطالبة بحضره طبعا القانون يحضرها في فرنسا إلا أن مالك شركة إكس دولز يصر على أن ما لديه لا يتجاوز مجرد دمى جنسية ولا تشكل أي ازدراء للمرأة من أكبر المعارضين لإكس دولز كان المجلس البلدي في باريس والعضو الاشتراكي فيه نيكولا بوني أولانجي يقول أن انتشار هذا النوع من المتاجر من شأنه أن يسخف بالعلاقات بين المرأة والرجل ولكن بعد كل المطالبات بحضر هذا المتجر لم يتخذ المجلس البلدي في باريس أي قرار بشأنه مؤخرا بدأت شركات التكنولوجيا بتصنيع روبوتات جنسية زودت هذه الروبوتات بعقول تجعلها مثلا أكثر من مجرد دمية جنسية قادرة على إصدار الأصوات الانطباعات التفاعل مع الرجل وتحمل وجوها جذابة وشعر يبدو حقيقيا وأيضا أجساد أنثوية ترجمة نانسي قنقر